شركة بورشا الألمانية أخيراً ظهر التريلر الرسمي الأول لفيلم Fast and Furious 8 اللي منتظر عدد كبير من عشاء سلسلة الأفلام المعروفة الجزء التام من Fast and Furious هيكون اسمه The Fate of the Furious وهينطلب في دور العرض السينمائي في 12 إبريل 2017 وتصورت أحداثه في كوبا، نيويورك وآيس لامبا مخرج سلسلة أفلام ترانسفورمرز مايكل بي نشر من خلال صفحته على تويتر أول إعلان لجزء الفيلم الجديد واللي هيكون اسمه The Last Night الفيديو بيظهر فيه مجموعة العربيات الجديدة اللي بتسجل أول ظهور لها في السلسلة ومن أهمها لمبرجيني من طراز سنتيناريو السوبر المحدود واللي سعرها بيوصل لحوالي 2.5 مليون دولار الفيديو كمان بتظهر فيه طرازات تانية من ضمنها نسخة خاصة من فورد موستانج على شكل عربية شرطة عربية السباق الأصلية Voxhole Torpedo Prince Henry اللي بتعتبر أقدم وأول عربية رادية في العالم ابعت بمبلغ 657 ألف دولار في مزاد بانومز في لندن العربية تم تصنحها سنة 1914 يعني تخطط المئة سنة وبتبلغ قوة موتورها 25 حصان أما سرعتها حوالي 80 ميل في الساعة وتعتبر Prince Henry من بين أكتر العربات الندرة في العالم متبقي منها سبع نسخ بس بيرجع تصميم العربية للمهندس الإنجليزي لورنس باميروري واللي صممها خصيصاً لرجل الأعمال الإنجليزي باتجي روي وامتلكها ريج لونغ لمدة 46 سنة لحد وفاةه السنة ضدج أضافت خاصية جديدة لترازها Challenger وهي عبارة عن خاصية الدفع الكودي للعجالات الخاصية الجديدة هتساعد على تحسين مبيعات Challenger قدام منفسيها فورد موستانج وشيفولي كامارو خاصة للعربيات الثلاثة عمرها ما توفرت فيها الخاصية دي قبل كده واللي هيكون لضدج تشالنجر الريادة فيها الخاصية هتتقدم فتراز جديد اسمه Challenger GT هيكون مزاوب بموتور V6 Pentaster ساعة 3600C وقوة 305 حصان بالإضافة لجير بوكس أوتوماتيك 8 سرعات وهتتعرض رسمياً في معرض ديترويد في ياناك شركة كية أعلنت عن عربيتها الجديدة GT وواضح أنها حبت تستغل الصورة المساربة للعربية في كل وسائل الإعلامة وننشرت فيديو جديد تحت اسم The Curve Ahead بيبين أداء العربية الريادية جديدة على حلبة نوربرغ رينغ في ألمانيا وبتوصل لسرعة 244 كم في الساعة العربية هتتعرض رسمياً في معرض ديترويد الجاي ومن المتوقع أنها هتكون مزاوبة الموتور V6 Twin Turbo بساعة 3300C وقوته 365 حصان ففقرة المقارنة معاناً عربيتين همكم تعرفوه بسبب سعرهم الاقتصادي وهم من فئة الكروس أوفر هتقدمها لكم ياسمين سيلي العربية اللي معاناً النهاردة عربية جديدة في السوق المصرية وكمان عالمياً كان أول ظهور لها سنة 2015 وهي لسه في أول جيل لها بي اي اي سي أو زي ما هي معروفة في مصر باسم بيك بتوردها طبعاً الشركة العدد من الدول في أسيا وأفريقيا وفي دول الشرق الأوسط العربية اللي معاناً النهاردة من الفئة اللي محققة نجاح كبير في السوق المصرية فئة الكروس أوفر عربيتنا في الكمبارزون هي سينوفا اكس 25 زي ما قلنا إن العربية من فئة الكروس أوفر لكن رغم كده مش هنقدر نقارنها بعدد كبير من العربيات من نفس الفئة دي لأن العربية سعرها بيعتبر معقول جداً في فئةها علشان كده بتكون دي ميزة لصالح المستهلك اللي عايز يركب عربية SUV بسعر معقول بيكون اختيار مناسب جداً للعربية ومن العربيات اللي بتنافس سينوفا اكس 25 بريليونز بي 3 و بي 5 وجاك اس 3 وجاك اس 2 اللي هتكون معانا في المقارنة باعتبارها أقرب الموديلات الصيني المنافسة الاكس 25 في السعر خذونا نبدأ على طول مقارنتنا وكالعادة هنبدأ بالشكل الخارجي للعربيتين تصميم سينوفا اكس 25 رياضي جداً ومختلف في فئة الكروس اوبر ده بيبان من الخطوط الحادة والوضحة في العربية وكمان في تصميم الفوانيس الامامية والاكسدام والشبكة والفوجلايتس الامامية والخلفية والجنود 16 بوصة ومريات كهرباء وشكل السقف المدمج مع الجزء الخلفي واللي بيخلي تصميم العربية انسيابي جداً تصميم جاك اس 2 كمان رياضي وعملي من الدرجة الأولى وفيها لمسات جميلة وتفاصيل متنوعة بتأكد بوضوح على شخصية العربية وده بيبان في الفوانيس والشبكة وفتحات التهوية اللي بيخلوا شكل العربية مختلف عن أي عربية تانية من نفس الفئة وكمان بتنزل بجنود 16 بوصة والفوجلايتس الامامية والخلفية ومريات الجنب تحكم بالكهرباء جنب العربيتين قريبين جداً من بعض وبيدوك إحساس إنك قدام عربيات عائلية ده لإنه الطول في جنب العربيات بيخلينا دايماً نستنتج إن العربية من جوه أكيد واسعة ده اللي احنا هنشوفه وإحنا بنتكلم عن الأبعاد دلوقتي طول الـ X25 4 متر 11 أما جاك S2 طولها 4 متر 13 عرض العربيتين زي بعض متر 75 أما ارتفاع سينوفا متر 58 أما جاك أقل بحوالي 3 سنتي طول قاعدة العجلات في جاك S2 بيكون 2 متر 49 وفي سينوفا X25 2 متر 51 اللي بيكون وزنها طن 153 أما جاك وزنها طن 550 مساحة الشنطة سينوفا 300 لتر وبتكون أكبر في جاك بتوصل لـ 450 لتر وطبعاً ممكن نزود المساحة لو قلبناك كان بالورا يعني العربيتين تقريباً قريبين من بعض جداً في بينهم بس فروق بسيطة تعالوا دلوقتي نفتح الكبوت ونشوف مواتير العربيتين عمين إزاي مطور العربيتين 1500 سي سي 16 سي أما الهورس باور فبيكون في سينوفا X25 116 حصان مقابل 113 لجاك S2 عزم مطور X25 بيوصل لـ 148 نيوتر متر أما عزم S2 146 نيوتر متر مطور سينوفا X25 بينزل بـ 10 أوتوماتيك 4 سرعات وده بيساعد العربية إنها توفر قدرة عزم كبيرة وبرضو المطور في S2 بينزل بجير بوكس 5 سرعات أوتوماتيك بتكنولوجي CVC وده بيساعد العربية على سلاسة كبيرة في الأداة وزي ما شفنا إن العربيتين قريبين جداً من بعض في بينهم فروق بس بسيطة جداً ونزيد كمان إن العربيتين بيوفروا في استهلاك البنزين طبعاً زي ما إحنا شايفين إن صالون العربية سينوفا X25 شكله شيك جداً وبيتميز بالطابع الرياضي وده واضح من حاجات كتير موجودة في العربية زي استخدام الألوان سواء في الفرش أو على الأبواب والكنسول الأمامي كمان فيه توزيع متنافق جداً لزراير ومفاتيح التشغيل المختلفة الموجودة في العربية العربية سينوفا X25 موجودة في فئتين الهاي لاين والفاشن وطبعاً كل فئة فيها تجهيزات بتختلف عن التانية تعالوا نتكلم بمزيد من التفاصيل عن التجهيزات والأوبشنز اللي موجودة في العربية إمكانية تحكم في ارتفاع الفوانيس الأمامية وفوانيس حساسة للإضاءة نظام الصوت مع مشغل استوانات مدخل USB بلوتوث لتوصيل التليفون ومساند رأس أمامية وخلفية إزاز كهرباء آنيني وخلفي مع تحكم لمسة واحدة ريموت كنترول لفتح وقفل الأبواب مع سينتر لوك كاميرا راكم خلفية دريكسيون مالتي فانكشن كروس كنترول كمبيوتر رحلات وباور ستيرنج وتكيف أوتوماتيك بالنسبة بقى لتصميم صالون الجاك S2 هنلاقي إنه تصميم بيتميز إنه جذاب وعصري جداً مش بس في الشكل لكن كمان في المكونات والخمات المستخدمة جوه العربية الجاك S2 موجودة في ثلاث فئات فئة مانيول وفئتين أوتوماتيك والعربية برضو فيها تجهيزات وأوبشنز كثيرة هنشوفها مع بعض حالاً تحكم في ارتفاع الفوانيس الأمانية ونظام الصوت مع مشغل اسطوانات ومدخل USB, EUX كلوتوث, شاشة 7 بوصة مساند رأسة أمامية وخلفية إزاز كهرباء أماني وخلفي مفتاح ريموت مع السينتر لوك تحكم في ارتفاع كرسي السواء كمبيوتر رحلات طاور ستيرنج طاورة مالتي فانكشن كروس كنترول حساسات ركن إضاءة نهارية DRL وتكييف أوتوماتيك بالنسبة لوسائل الأمان فالعربيتين بيوفروا تجهيزات أمان كتير لحماية الصائف والركاب تعالوا نشوفهم سينوفا بتوفر الإيرباجز الأمامية ونظام الفرامل الـ EBS ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBS وبرمامج التحكم الإلكتروني في السبات ESP وإيموبلايزر ضد السرقة أما جاك S2 بتوفر إيرباج للسواء وذاكب الأماني فرامل EBS نظام توزيع قوة الفرامل EBS وإيموبلايزر ضد السرقة وحساسات ركن بكده إحنا تقريبا قلنا كل حاجة عن العربيتين خلوني دلوقتي أقدر ألخص لكم بعض الفروق الأساسية في كم نقطة علشان تقدر تختار أني عربية الأنسب ليك على مستوى الشكل الخارجي واضح أن كل عربية لها المميزات اللي بتخليها مختلفة وجذابة لعدد كبير من العملاء متوسط استهلاك البنزين في X25 حوالي 6.8 لتر لكل 100 كيلو وفي جاك S2 متوسطه حوالي 6.6 لتر لكل 100 كيلو يعني جاك متفوقة بنسبة صغيرة هللاقي أن العربيتين بيحزوا بدعم من المجموعة الأسراوي اللي بتوفر كل خدمات البيع وما بعد البيع لعملاء سينوفا وجاك في مصر أخيرا على مستوى السعر هللاقي أن سعر العربيتين قريب جدا لكن سعر سينوفا X25 أقل بفرق قليل شوية متهيقلي أنكم مراتي هتحتاروا جدا في الاختيار بين العربيتين لأن زي ما شفنا أنهم قريبين جدا من بعض بحاجات كتير جدا لكن إحنا عملنا اللي علينا وعليكم أنتوا تختاروا لاحقا دريفت على طريقة قوة السعقة واستعراض جيم كانا بفورد ماستانج لاكسس من عالم تاني أفضل عشر سيارات لهذا العام